حصد مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء جائزة الشارقة للاتصال الحكومي للعام الحالي لأفضل محتوى اتصالين وإعلامية في الحفل الذي نظمته حكومة الشارقة بالإمارات لتكريم النماذج الناجحة في مجال الاتصال الحكومي وقال مساعد رئيس مجلس الوزراء سامة الجهري ورئيس مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار قال إن حصول المركز على جائزة الشارقة والتي تمنح للمتميزين سنويا للاحتفاء بالإبداع في مجال الاتصال الحكومي يأتي تتويجا للجهود المفذولة خلال الفترة الماضية على صعيد الإتاحة المعلوماتية والبحثية للمركز سواء من خلال إصداراته المختلفة أو منتجاته المعرفية على منصاته الرقمية على مواقع التواصل الاجتماعي وفي إطار تنفيذ توجيهات مجلس الوزراء بضرورة دعم الأنشطة الابتكارية ومتطلبات التحول الرقمي ومواكبة التطورات العالمية في المجال البحثي والإتاحة المعلوماتية